دون رامي الولايات المتحدة قدمت بعضا من نداءات المساعدات ولكنها قالت شكرا بشكل حصري أنها طالبت بفتح كل المعابر والحدود ما بين تركيا وسوريا للسماح لدخول المساعدات هل لك من تدقيق هذا الأمر وهل تمت الاستجابة؟ مرحبا تامر بالفعل هذا كان مطلب رئيسي جاء على لسان نيت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل وفي إجابة على أحد الأسئلة من أحد الصحفيين والتي سأله في هذا السؤال عن كيف ستقدم المساعدة لتركيا وسوريا قال نيت برايس أن الولايات المتحدة لديها التزام كامل تجاه المتضررين من هذا الزلزال على جانبي الحدود ويقصد هنا كل من تركيا وسوريا بالنسبة لتركيا فعلى لسان نيت برايس أيضا قال أننا نتعاون مع الحكومة التركية وهي حكومة حليفة معنا في حلف النيتو ونستطيع التواصل معها فيما يخص أي مساعدات تقدم لتركيا ومن ضمن ذلك أيضا الفريقي البحث والتنقيب الذين سيرسل إلى تركيا ربما خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة من أجل مساعدة فرق البحث التركية في عمليات البحث ورفع الأنقاض للعثور على ناكين أما فيما يخص سوريا فالمشكلة هنا أنه ليس هناك تواصل مباشر ما بين الإدارة الأمريكية وما بين الحكومة السورية أو النظام السوري ولذلك فقد أكد نت برايس أن التواصل الوحيد سيكون ما بين الإدارة الأمريكية وما بين جمعيات المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة التي تعمل على الأرض في سوريا والمدعومة سواء المدعومة أمريكيا أو المدعومة تركيا وطالب جميع الأطراف بما في ذلك تركيا والنظام السوري وأيضا الأكراد في سوريا وكل الأطراف الموجودة أو اللاعبين في هذه الأرض بأن يقوموا بتسهيل مهمة منظمات الإغاثة وفتح المعابر حتى يتسنى لهذه المنظمات أن تدخل إلى المناطق المتضررة وأن تقدم مساعداتها لأنه طالب أيضا أن لا يتم تسييس هذه الأزمة وأن تكون هذه الأزمة إنسانية ويجب أن يكون أيضا علاجها علاجا إنساني